وضعت الحكومة الجديدة خطة طموحة وحددت مهام محددة وأولويات قصوى منذ اليوم الأول لتوليها المسئولية في وقت صعب يشهد العديد من التحديات وحددت الحكومة أربعة محاورة رئيسية هامة لعملها جاء على رأسها حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية خطة طموحة ومهام محددة وأولويات قصوى حددتها الحكومة الجديدة منذ اليوم الأول لتسلمها المسئولية في وقت صعب يشهد العديد من التحديات الحكومة حددت أربعة محاورة رئيسية هامة لعملها فجاء على رأسها حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية في وقت يمر فيه العالم بتحديات كثيرة وسط العديد من الصراعات المشتعلة وتضمن المحور العمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم القدرات العسكرية للقوات المسلحة في مواجهة التهديدات وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر فضلا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر وتعزيز دورها في محيطها العربي والأفريقي والدولي كما تضمن المحور تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة فيما اهتم محور آخر ضمن برنامج عمل الحكومة ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيتها وتضمن عدة محاور فرعية وهي الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وتمكين الشباب والمرأة والتشغيل والقوى العاملة والإسكان والمرافق ولضمان تحقيق أهداف هذا المحور وضعت الحكومة رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري إيمانا بدوره الرئيسي في عملية التنمية الشاملة محور آخر ضمن خطة الحكومة اهتم ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وتضمن ثلاثة محاور فرعية هي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم الحكومة ستعمل في خطتها على بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة ولديه مقاومات الانطلاق والنمو المستدام وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي كما وضعت الحكومة محور آخر هاما تمثل في تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني فاستقرار الدولة يعتمد على قدرة مؤسساتها على التكيف مع حركة التفاعلات في المجتمع ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية الرامية إلى استغلال المجتمع أو فرض أوضاع غير مقبول عليه هي إذن محاور هاما وضعت الحكومة للحفاظ على الاستقرار ودعم المواطن وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات